أهلا وسهلا بحضراتكم نبدأ نبتدي نتكلم بقى في تفاصيل الأخبار واسمحوا لي قبل ما يعني ندخل في تفاصيل حلقة النهاردة وتفاصيل أخبارنا النهاردة أتكلم معاكوا شوية حتى يمكن ده الكلام اللي بيكلم فيه معظم جماهير النادي الأهلي يعني الدروس المستفادة من الموسم الصعب والشقاء فيه ظروف زي ما قال كابتن خطيب حتى في كلمته فيه ظروف كاتخرج عن إرادتنا فيه ظروف فرضت علينا فيه ظروف تانية كاتماشي عكس الطيار أنه الموضوع كان متعمد أو مش متعمد في النهاية إحنا تضررنا من الموضوع ده أو الأهلي فقد نقاط في سباقه على البطولة بسبب الموضوع ده لكن في النهاية أنا عايز أتكلم كورة شوي واحد أنه الموسم ده واحدة من الظواهر فيه بتكلم مع الدوري تحديدا طبعا لأنه الدوري هو اللقب الوحيد اللي أنت فقدته أنت من شهر من السنة اللي فاتت ما فقدتش أي لقب في أي بطولة أنت دخلتها بالعكس أنت توكتب بكل الألقاب وحتى الكاس العالم الأندية حققت فيه برونزي واحد هو أنه الأهلي دايما عودنا أنه يرجع لكن ما يترجعش عليه يعني إيه؟ يعني الأهلي ممكن جدا على مدار التاريخ مش بس بكلمة على الموسم ده الأهلي بقى متأخر في مباراة لكن اتعودنا أن الأهلي قادر دايما أنه يرجع وصحح الأوضاع لكن الأهلي بقى متقدم في مباراة وبعد كده الفرقة اللي قدامه ترجع يا إيه ما تخسروا المطش أو تتعادل معاه دي النقطة محتاجين أن احنا نشتغل عليها ده نمرة واحدة دي حاجة احنا ما تعودناش عليها يعني فيه بالتأكيد حاجة هنا محتاجين أن احنا نشتغل عليها أنا بتكلم عشان اللي جاي النقطة التانية هو أنك لو رجعت الجدوى للترتيب الدهوري هتلاقي أنه الأهلي أمام كل الفرق الكبيرة يعني لو أسمت الجدوى نصين نص فرق مقدمة ونص فرق مؤخرة هتلاقي أنه الأهلي فاس تقريباً أو مخسرتش نقط الكم الأكبر من النقاط مخسرهاش مع الفرق اللي فيه مع الفرق اللي في مقدمة الجدوى بالعكس أنت خسرت النقط بتاعتك أو أغلب نقاط الأهلي اللي ضيعناها السيزن ده كانت مع الفرق اللي فيه النص التحتاني من الجدوى هتلاقي نفسك صرت نقط مع الجونة مع البنك الأهلي مع غزة المحلة مع الإسماعيلي يعني الجونة لوحدها والبنك الأهلي 8 نقاط لوحدهم دول بس كده بسم الله الرحمن الرحيم عندك الإسماعيلي فقدت قدامه نقطتين والإسماعيلي السندي مش منك يعني هو الإسماعيلي أو فريق كبير طبعاً تاريخه بيقول فريق كبير لكنه السندي الإسماعيلي بيعاني ده كان بيصرع على الهبوط لغاية قريب لغاية لما إيهاب جلال تولى مسؤوليته ففكرة أنك أنت تفقد نقاط أمام الفرق الصغيرة أو الفرق المستوى يعني فني مش عايز أقول فريق صغير لكن يعني مستوى الفني متراجع دي برضو نقطة علامة استفهام ممكن تبقى دي شوية مرتبطة بحتة الإجهاد فقدان التركيز حالة الضغط الزهني اللي تكلم عليه كابتن محمود الخطيب وأنا فاهم تماماً حجم العبء والضغط العنيف جداً لتعرض له النادي الأهلي والعابته السندي مش بس عن ناحية البدنية ناحية الزهنية والعصبية والنفسية بالتأكيد ضغط فوق الاحتمال لكن ده ممكن شوية فسر توقيتات المطشاط دي وحالة الضغط اللي كان يعني منها اللعبين مش قادر أفهم برضو أو رقم من الأرقام اللي محتاجين أو بيمثل علامة استفهام ومحتاجين نقف معاه شوية وده بشهادة الجمهور يعني احنا بنعمل تقييم في السادسة هنا على مدار الموسم بنقول أنه رأي الجمهور في لعابة النادي الأهلي وتحديداً في حارس مرمى كابتن محمد شناوي للعب أغلب المطشاط وحتى في علي لطفي كابتن علي لطفي في المطشاط اللي شارك فيها كله فول مارك بنقدر نقول لي اتنين عاملين سيزن رائع ومن قدامهم خط بكات النادي الأهلي بدر بنون أيمن أشرف ياسر إبراهيم وحتى رامي ربيع لما بيلعب كلهم الحقيقة الجمهور شايف أنهم عاملين سيزن استثنائي ومقدين بشكل كويس جداً ما تقدرش تقول أن حد منهم ممكن يكون بيمثل صغرى مثلاً في خطة فعنة دي الأهلي ورغم كده ورغم الشناوي ومن قدامه الأربعة أين كان مين بيلعب فيهم الأهلي استقبل 28 هدف وده رقم بالنسبة للأهلي كبير جداً لابد برضو أنه علامة الاستفهام دي نشتغل عليها عشان اللي جاي يعني لازم نعرف المشكلة فين إذا كان عندك حارس مرمى عظيم زي محمد الشناوي وحارس مرمى تاني بقيمة علي لطفي الحقيقة اللي قدم موسم كويس جداً رغم قلت مشاركته لكن دايماً كان حاضر ومن قدامهم أربع بكات محترمين جداً زي بنون وياسر وآيمن وربيعة لازم تسأل 28 جندل دخلوا إزاي ودخلوا ليه الجزء التالت أو جزء الرابع أو النقطة الرابعة يعني اللي عايز أكل فيها أنت أقوى فريق من ناحية الهجوم في الدولة الممتاز يعني هجومك سجل سبعين هدف اتنين واربعين في الدوري سبعين آه سبعين صح آه لكن تبتكلم على الفرق بين الهداف اللي دخلتها واللي استقبلتها اتنين واربعين هدف لكن انت خط هجومك سجل سبعين هدف إزاي تبقى عندك أقوى خط هجوم وتعاني في بعض المباريات هجومية وخصوصاً قدام الفرق الضعيفة يعني إزاي القوة الهجومية الكسحة دي تقف عجزة أمام بعض الفرق في بعض المطشوات اللي ممكن تكون كانت سبب في فقدان نقاط أو سبب في ضايع بطولة كل دي علامات استفهام اعتقد انه لحظت انطلاق مستر موسيماني الحقيقية وطبعاً كابتن محمود خطيب اكد على كل الدعم المستر موسيماني اللي حقيقة حقق أرقام قياسية وتاريخية من الصعب جداً المدرب يجي فترة زي دي وفي ظروف زي دي وفي حالة ضغط كبيرة جداً ويحقق تقريباً العالمة الكاملة اعتقد ان نقطة انطلاقه هتكون مع سكواد الأهلي الجديد بشكل كبير ساعتها تقدر يبقى عندك تجربة كاملة تقيم على أساسها مستر موسيماني ترجمة نانسي قنقر